في الطبيعي تلقائي الغرائزي للإنسان على حياته بيش يسيبوا كل الأفات متاحهم مع هذو ما بالذات اكتشفنا أنه كل المقولات اللي تتبني عليها الإنسانية مدنية، ديمقراطية، حداثة، دولة اجتماعية الكل ينجم يكون قشرة وقت اللي الإنسان يخرج الظيب اللي في وسطه وهؤلاء ذئاب هؤلاء ما ينجموش يكونوا مطبقة سياسية سقطت عنهم أي صفة سياسية وهذاك عليش أنا اليوم إذا كان فما صرخ النجم صرخها أنا نعتقد أنه المجلس فيه على الأقل ما وتراجعت نسبة النساء بفضل هالحكومات الذكورية والتحييز الجنسين أما على الأقل فما نساء بالنهاية فما نساء أنا نعتقد لو كان أنا جيت مثلاً نهار 13 قوت في قصر قرطاش كنت نغادر بعد ما سمعت رئيس الجمهورية قال لنا الخطبة العصماء متاعوا ضد المساواك بين التونسيات والتونسيين لو كان جيت في مجلس كيف من هذا النساء البرلمنيات أدعوهن جميعاً أنهم ياخذوا موقف كلهم باختلافات ألوانهم بما في ذلك نائبات النهضة اللي البعض متاحهم راهو متأكدة اللي هو تصدم المشهد هذا متصدمها وخليها تتخيل نفسها والخوف اللي ممكن يتصلط عليك تشوف المشهد هذا إذا كان نحنا نساء ما نقفوش صد منيع أنا نقول الدولة هذه استفحلت فيها الهيمنة السلطوية استفحلت فيها الهيمنة الذكورية استفحلت فيها الفساد وكل هذه المشاهد هي البهرج التجلي الحقيقي متع هالزاوية المعطوبة اللي قاعدة تحكم في البلاد لطفي تشريعات وبرشا كلم وصداة وجمعيات تندد بحقوق المرأة ولكن العنف قاعد يتمادى ولا في المباشر داخل مؤسسة الدولة فقط خبشي يخذ وقتك عندي فاصل أشهري سابرين فاصلوا رجعينا تحب على فرجية العيلة للعيد اللي تلوج ولا تحتار نيوستار 25 سنة خبرات تودكم بأحسن ثلاجة رابور كالي تبخي بضمان 5 سنة سور الكمبريسور ثلاجة نيوستار 465 لتر في البلاد ومعها فوق إلكتري غراتوي بمليون ومئة وتسعة وتسعين دينار أكاو واللي حبها في السيلفير ومعها فوق إلكتري غراتوي بمليون ومئة وتسعة واربعين دينار أكاو من اللي تستنى العرض هذا متوفر في مجازن جنرال وبتام حتى لحد الجويل نيوستار for a better life ميديماد ميديماد مع إمام المداحي لطفي العماري وإبراهيم الوسلتي أهلا وسهلا مرحبا بكل من التحق بنا في الاستماع مكملين حوارنا في ميديماد ومكملين في آخر التصريحات وكنا نتحدث عن تصريح لرئيسة المتخلية لجمعية الإنساء الديموقراتيات اللي تتحدث عن الذئاب اللي سقطت عليهم صفة الإنسانية لطفي العماري فعلا وإحنا روايدا روايدا كل مرة نكتشف فصيلة جديدة من الذئاب اللي معناها قاعدة تعيش بيننا لكن يجب أن نقول حاجة أنه نبهنا منذ معناها بداية ما يسمى بالثورة يعني الثورة اللي تجهد المكاسب واللي تلتفت إلى الوراء واللي تستهدف المرأة النجموشة نسموها ثورة هي فعلا تحولت إلى عورة لأن الذي سطى عليها وسارقها واستولى على دماء وتضحيات التوانسة ما عنده حتى علاقة لا بحداثة لا بتقدمية لا بمشروع مجتمعي ولا بغيره بل بالعكس مشروعه المغرق في الظلامية والمغرق في السودوية والمغرق خاصة في استعباد المرأة واسترقاقها وعادتها معناها إلى عصور الجاهلية حيث كانت تؤدو البنت لأنها معرة بالنسبة للمجتمع الذكوري اللي بش تعيش فيه هذا اللي صار اليوم في تونس وسبقه نبهنا منه اليوم بشكل شبه متأخر نسموه في بعض الأصوات اللي ربما هي بيدها في البداية انطلت عليها اضحوكت ولعبت ومسرحية الديمقراطية لكن اسبقه قلت نعاود نأكد أنه تم استعمال الديمقراطية هذا المصطلح والمفهوم البراق والجذاب لتكون بمثابة حيصان تروادة هذا الذي تسلل منه الإسلام السياسي لتونس وكان سيتسلل لدول أخرى لكن شفنا في مصر كيف تفض الشعب المصري وقياداته العسكرية لإنقاذ مصر من براثن الأخوان حتى لا تتحول مصر وما أدراك مصر إلى إيالة تابعة لإمارة قطر اليوم في تونس وللأسف عشر سنوات ونحن نعاني من هذا الدا شفنا أن المكتسبات اللي مفروض تنسب لعهد الدكتاتورية مجلة حوال الشخصية حرية المرأة والحريات بصفة عامة اليوم هي أكبر مستهدف رغم أنه سوقهان على أساس أنها هي أكبر مكسب بل لعلها المكسب الوحيد وما حصل البارح معناها في مجلس النووي بالشعب يأكد أنه رغم مش مجرد بعملية اعتداء بسيطة على نايبة بل هو استهداف للمرأة التونسية المرأة التونسية اللي تجرأت ودخلت معترك السياسة لأن الناس ذوم في مخاخهم مكان المرأة هو البيت والمرأة هي مجرد وعاء جنسي فكيف تتجرأ وتصبح معناها تطالب بحقها في صنع القرار السياسي وبحقها في الدفاع على مكتسباتها لكننا نقول المعركة طويلة إنساء تونس حرائر تونس رجال تونس نحكي على الرجال صحاح مش أشباه الرجال اللي اليوم قاعدين معناه يبيعوا في الطرح ويذيلوا للإسلام السياسي لأنه في السلطة طمعا في منصب طمعا في رضاء طمعا في التفاتة من عند سيدهم الشيخ هذو ما اليوم اللي يطرحوا في رواحهم على أساس أنهم هما معناها الديمقراطيين لأنه الموضة اليوم في تونس مش أنك تجي تسب النهر لأنك تسب عبير تعرف اللي مباشرة ترضى عنك النهر هذا اليوم الديل اللي ساير بين النهضويين وبقية تقريبا معظم معناها مشاكلية المشهد السياسي يعني ما حاشتيش بيش تشكرني تقول له النهضة ما حاشتيش بيش تنقضني لكن يكفي أنك تعارض وتهاجب دستوري الحر وعبير موسي فأنا وقت هنكون حطتك في الصفة متاع الجماعة الموالين لي وفي قائمة من قد معناها كيفاش نقوله أتصدق عليهم بمنصب بخطة هذا ما أنا في اعتقادي هما أكثر ناس خذلوا تونس لأن الإسلاميين والإسلام السياسي نعرفوه دارسينه قاتلينه فاهمينه هذك هي مشاريعه وهذك هي السردية وبإمكان أي واحد يطلع عليها لكن اللي خذل تونس حقيقة هما أشباه الديمقراطيين أشباه الحدثوت اللي اليوم هما اللي يقوموا بالأدوار القذرة كي نشوفوا البارح نسبة التصويت على اتفاقية العار والاستعمار نفهموا اللي معناها عنا العملات وعنا الخيانات وعنا أشباه الرجال اللي قاعدين يبيعوا في الطرح في أول دورة كما قلت لك أما طمعا في مغنم أو خوفا من كشف ملف وإحنا كما كنا نحكي براهيم في ذروة حرب الملفات اللي وصلت حتى إلى حرب الفيديوهات الغريب أنه حدث هذا بحضور السيدة وزيرة المرأة وليست المرة الأولى المرة الأولى كانت في ديسمبر 2020 أثناء مناقشة مشروع ميزانية وزارة المرأة لما تجرأ أحد نواب كتلة تأتيلا في الكرامة على وصف المرأة الحدثية بالسلعة هكذا ولم تحرك السيدة وزيرة المرأة الساكينة البارح نفس الشيء بحضور السيدة وزيرة المرأة أثناء مناقشة مشروع قانون حول العاملات المنزلية والسيدة وزيرة المرأة تفاجأت شخصيا ببيان ياليتها ما نشرته تستنكر مجرد استنكر لم يكن حتى بيان تنديد ننتظر وشفت اليوم قريت للدكتورة نيلة السليني مقال ترد فيه على وزيرة المرأة وعننا أربع وزيرات منهم كتب الدولة لتوهية مخزز وزارات شباب والرياضة ولم يحرك لم تحركنا ساكنا وسيدة وزيرة العدل بالنيابة فمشكوني طالبها اليوم نقرأ في الدكتورة السلسبيل الأقليبي اللي هي أستاذة جامعية في القانون الدستوري تقولها أنتظر منك سيدتي وزيرة العدل اليوم تأذني للنيابة العمومية بإيقاف المعتدي لأنه كان يعني واضح أمام العيان ولكن مع الأسف أنا أطرح سؤال وأمر لو نائب من نواب الكتلة كتلة الحزب الدستوري الحر سفعة نائبة من حركة النهضة تقول يمكن رأي الكتلة كله ووقفة في الحبس البارح ما صار حتى شيء النيابة العمومية ننتظر اليوم تتحرك ولم تتحرك شيء ننتظر يتم رفع الحسانة لأن الحسانة أصبحت مطلقة على النواب مع الأسف وهنا شفنا توا هذي المقال اللي يحكي نائب اللي قاعد هو يستهلك في المخدرات أو يظهر لي رئيس الجمهورية ووقت اللي قال فما النواب يتاجر في المخدرات يظهر لي كلام مسحيح مطلع مشغالت سيد رئيس الجمهورية وإحنا ساعدوا يقولو لولارك السيد رئيس الجمهورية ها مسحيح لام مشغالت عنده المعطيات tuned رئيس الجمهورية ويعرف ايش كون النواب اللي تتاجر مدونة على أربعة أسرة هزها للقضاء العسكري وشوفنا إرهابيين يتجولوا في البلاد والملفات قدامه وما يتكلمش يطلع كان معناها يتسردك على التوانسة ومن بعد يرجع الفرشو هاك تشوف فسما عطلوش حسم البارح لليوم تقولش عليه معناها رئيس متاع الدول أخرى ولا متاع كوكب آخر لكن أنا حابة تنهي فقط بوزيرة المرأة هالوزيرة المعرة لأن الوزيرة اللي يصير قدامها الشيء هذا وهي معناها تتصرف كأن الأمر عادي أنا نقولها أنت عار علينا كتونس كأنساء تونس كحرار تونس كشرفاء تونس كمكاسب تونس أنت لعنة أنت لوفة على تونس اليوم سيشام المشيشي يعني عار أن حكومتك الضم وزيرة بالمستوى هذا سيد الوزيرة لأن الكرسي اللي ينتع عليه اليوم أغلى من موقف تنجم تاخذوا البارح تغادر تخرج تقدم حتى استقالتك إذا ما تمش حل معناها ببحث قضائي وتحقيق قضائي فيما حصل للدرجة هذه يغرك الكرسي وتغرك السيارة وتغرك الكاتبة وبعض المغانم خسأتي مشرفنيش أنك وزيرة في بلاد ونتقاسم معاك فرد جنسية في موضوع آخر رئيس جمعية الأطباء الشوبين يتحدث عن أجهزة الأكسجين اللي مطيشة من 25 جوان هو بيدو قام بيدورو وخلص النقلة الوطنية باش تجيب الأجهزة هذية من مطار تركيا وين موجودين الأجهزة هذوما إلا أنه من نهار 25 جوان يلا اليوم 30 جوان مازالت الأجهزة مطيشة ومازالنا في تونشوفوا غدوة ولا بعد غدوة كان فما تفسير مقنع باش الواحد ما يخرش على طور ويعطهون بخلاف أنه نحن عايشين في زريبة قد فيها دواب ما عندهاش ضمير وما تفهمش وما تحسش لا يزي النهب لا يزي لا كفاءة لا يزي سوء التسيير لا يزي التصديق حتى في الكلام حتى الكلام لا يعرفوش يتكلمون وزيد التعطيل من فوق ووقت اللي نحن نحاولو حتى نعاون بعضنا نمنع بعضنا من أن الناس تموت مختنقة الناس الكل المواطن اللي لباس بيه اللي مش لباس بيه لأنه وقت اللي نحكو على سليانة حتى البريفي ما فهمش في سليانة وقت اللي نحكو على الأمنيين رائد اللي توفق قدام مستشفى القيروان مختنق ملقاش كفاش يتنفس الناس كل يوم تقيد تونس الميات مواطن تونسي يموتوا بالكوفيد سلالات جديدة قاتلة مطلبناش منكم باش يجيوا تتصدوا لها في الخطوط الأولى أولادنا وبناتنا قاعدين تتصدوا لها لكن خليونا ناخدهم خلونا نعاون بعضنا يا سيد شنو هالشر هذا اللي فيهم شنو الشر اللي في مسؤول قاعد في بيرو وقت اللي فهمه ماتريال خالص وفورنيسور مخلص كل شي وشركة قبضة لفلوس وخمسة أيام لليوم الطب تستنع وين الأجهزة هما 14 جهاز ونحن في حاجة على الأقل العشرين 14 جهاز لموهم التوانسة بال5 ألاف وبال10 ألاف ومن قط صغارة معطوهمش هما بعد مسرقتولهم اللي يتبرعوا بيه هذا ما يناجم يتفسر كان بأنه فهم ناس قاضدة ربما فهم واحد يحب يحتكرها الأجهزة طو هذي شهادة ثانية جاءت شهادة لولا من عند مواطنة تعمل في إيطاليا في حد مستشفائية إيطاليا تونسية قالت راهو لمينا من إيطاليا 150 مكينة متاع أكسيجين وراهم ويقفين عند الديوانة التونسية 150 اي تخرج البارة حد ديوانة التونسية بيين وتقول راهو لا صحة تالي ما يتداولوا خوضوا المعلومة من مصدرها راهو معنا حد شي اليوم يخرج رئيز جمعية لطب الشبه يقول راهو فهمة معناها 14 جهاز أكسيجين من 25 جهاز ما عنا عرفوش عليهم في يعني حتى المبادرات الفردية اللي قاعدة صايرة من قبل الجيلية التونسية الموجودة في الخارج على مختلف الأماكن الموجودين فيها واليوم فهمة وين ساحتة كلمون يقولولي أحنا نحبك يندخلوا طاوة في البطو كل واحد يجيب ماكينة تعوكسيجين ادي وين يقول لك التاكس اللي تخلصوا على الماكينة فاخرما نحق علش ما يمشيوش في التاكس متاح الماكينة ذي هذا مجرد قرار من السيد رئيس الحكومة ينجم يخو قرار فوري يعني 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 يعنى خليه رحمة ربي تنزل سمحني أنا والله إذا تبعت زادة باستغراء بالرد البارح متاع ديوانة تونسية على راديوماد يقول رو خلاف اللي ما ورد في برنامج راديوماد روما لصحة يعني تو مواطنة هذي تتصل بالدع والمواطنة ذي معروفة وتقول رو عننا كذا وكذا يعني هكاكية بيش تختلق حكاية من رأسها واللي هادا تقول هاي صيحة متاع دكتور شاب هاو صيحة صيحة متاع دكتور شاب اسمعنا الصيحات متاع كبار دكاترا اللي كل يوم ينبه ويحذروا هاو داي دكتور شاب ومن بعد نقولوا كيفاش الدكاترا الشبان متاعنا يهجوا من البلد شوية خند هادفة فيها النقطة هايلي بشوية من الهدوء والعقل لانو انا نطرها السؤال شنو مصلحة الديوانة في الحكاية هاي هاو قال هاي جهيد الهنشيري في اللخرج هاي جهيد الهنشيري قربش يخذوها هوما كيفاش يخذوها هوا ما نعرفش وعطيني تفسير انت جوش تمال هو قالك ربما فما لوبي من لوبيات اللي هو حب يتحكم في التوريج ها هذي نقطة ايه اما بلايك ربما هوا انا بش نعطيك حل بسيط جدا هاي شوف احنا وقت اللي صارت الموجة لولا كانت تتفكروا عنا توانسا معناها توجدوا تقطعت بهم السبول في عديد العواصم بما فيها عواصم في اخر الدنيا افريقيا اسيا خرجت طائرة عسكرية اكثر من مرة وجمعت توانسا اضوكم وروحت بكم هكا ولا اي 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 يالله احنا توانع عنا نقاط تجميع الماكينات هذو والتجهيزات هذو كي تخرج طائرة عسكرية باذن من سياتو ما يتكون على اقل تعمل الكوليكت هذي ولا الرمساج هذي 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 من تركيا الفرنسا ليتاليا خانت فيها معاد خانت فيها مو في نقطة لا بسيتها برش تخرج طائرة بعد ما يتأكد اللي مثلا ثم اجهزة في توركيا اجهزة في باريس اجهزة الاجهزة هذي موش من نوعية الاجهزة الثقيلة اللي تبرخوا ليش تخرج طائرة اختوى الطائرة اللي خرجت ومشيت للمانيا بجابت 25 جهاز تش نوعية 25 جهاز يتحطوا فيها اربع كريسة في طائرة ليه 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 اجهزة ضخمة تخرج طائرة اذا يتأكد وتعمل رمساج وين ثم دي بوان دو كوليكت ماعنى لها الدرجة معنى استيقى في ديوانتنا مش حكية معنى لها الدرجة مش همال لك ليه انه يسهل دخوله احنا نتعاملوا مع الحالة تتوّر هاو مش باش نبداو معنى هنستنوا حتى هاو قلّك ما نمضيش هاو قلّك ما نسهلش الدخول هاو ما طلعش اليوم رئيس حكومة بتقلّك انا نمضي ماذلا باش تدخلطول هذي بيه ايش نعمل واحد نبقاو نستنياو ونتبكاو في البلاتويت كي تخرج طيارة عندي اع سبعة ثمانية نيقات تتأكد ماذلا وثم هنستنسق من هنا سيه جاد هنشيري متأكدين عن طريق السفيران في تركيا اللي بالحق فهم 14 مكين عنا سفيرنا في في ايطاليا قالت الامبارح المرأة معناها مسجل عليه مئة وخمسة وعشرين جهاز مع المرأة هاذي زيد وزيدا ياخذوا التأكيد من عند سفيرنا في ايطاليا ايش قاعد يعملو اذا ما يتأكد ليش من الحكاية كيف نهات تأكدتش ماذلا ستة سبعة عواص تستحق وقتها تابع الطيارة تلمهم كلها وتجي ونبعتها ونحكيه على الديوانة على رئيس الحكومة ما حبشي صح ايه نحب نكون ايفكاس ايه ايفكاس توا يا لطفي في الجمعة ايه هبتو زوزو ثلاثة باتوايت اذا كان كل تونسي في كارهابتو معا ماتريال وجيب معناها مكينة متاع عشرة ليترو شوف قدشينا اخويا متعتي متعتيوهول همش مدوهم للحكوم ايه بتبع اعملو جيتون محتوط عليها وزارة الصحة بيسا لما انتي خايف لا يبيحها خايف لا يسامسر بيها خويا ملكر هبتو طول يحط هلك فاق هو رو الديوانة تو الديوانة الديوانة فما اجراءات وفما قانون قاعد التبق فيه يقول لك انا المكينة هذية بش تخلص عليها تاكس كذا وكذا هذية موجودة ما عنديش ما يثبت خلاف ذلك ما جانيش منشور مثلا ولا مذكرة من وزارة مالية بش تقول لياه كذا احنا ندعو مش الديوانة يا اخي نحنا طول استثناءات عملناها في كل شي عملناها في الامتحانات عملناها في الكونجيات عملناها في الخدمة عملناها في مش تجيل حاجة بتاع مكينة متاع نفس يا ربي ما يقول ليه ليه فهذا مثلا كان من السيد الرئيس الجمهوري نجم في كلمة يتوجه بالتوانس اللي يروحوا يقول لهم يا توانس كل واحد والله فكرة طيبة ذي يا توانس كل واحد يجيب مكينة في يده حتى وللسيد الرئيس الحكومة ووزارة الصحة تعمل كما قلت انتي وما يخرج ايش انفوان غديكة وي تتصرفين وين مهر وين وعنا بورت مرسيليا وعنا بورت جنو ناجم ناجم تعمل انتي لبوان هذي لكن كامش تعمل على الرئيس نحرقوه احنا ونمشو لا انا بجي توجه بكريمة يا سيلوت فيه ويوفى الكوفيد ونحزبو وكذا توا الرئيس ما في بالو جبل يصار البرح في البرلمان مزير تواكيفاق وكذا وحتى يعمل لك القيوة الفينتر يوصل لباها الرئيس يعمل لعشرة سواقر وبعد بيجي يقولوا سيد الرئيس ما سيونت قال يوم اذا كان الناس هي احنا عنا ذي سلطة لا يرحم ولا يخليه ورحمة ربي رئيس حكومة رئيس حكومة ماذلا يأذن بي حتى نيقات اذو عن طريق الستيانة ذي في بورت كيما اقول مزوزة برات مهمش مخسي ولا جيل ولا حتى هناك يوسن حق الواد حق الواد وجرجيسة انتي توا قلت كلمة انو معناها فمرة ولوبيات يوليد يفهموا رمض هما اخطر ناس في تونس هما اللوبيات متاع الدويات والماكينات هذوما واكثر ناس يراكموا الثروات هما هذوما وفرضوا على الدولة انو تشركان فايزير تشركان فايزير في روحك مش تكيد هم هذي هانا نستنعوا سيدي ماذا بينات لعنا سيهاي ثم الزنات ولا معناها رئاسة الحكومة يقولون شنو الحقيقة لانو مش معقول الطبيبة تكلمت اذا هي زادة تطلع ما هيش متأكدة من المعلومات سيهاي سيهاي وهذا طبيب وهذا طبيب شكون كي بوفيريفيسا سفير سفير شكون يتمع رئيس الجمهورة برا سيمو السيناوي بيتاليا ثبتلنا في عكاية الطبيبة قلناش ثم اونا مفهماش ولت عنا مشكلة مع الديوانة سفيرنا في تركيا اطلع اخوة برا قولي رو بالحق فام 14 مكينة توقت هانا الهنا نشدوا لحكومة متاعنا ونخبتوها بالنقد سي سامبل ش يعمل سفير في البرة يخلص بالديو فيز فيش يعمل فيش يضربوا في النومة يبزنسوا في الزرابة ولا يبزنسوا في مخترم الزرابة بعد شوية موضوع نجمو نطرحوها على ذيفنا اللي يجي بحثنا دكتور زكريا بوغيرا اللي قابل بارح سيد وزير الصحة دكتور فوزي المهدي ولي قال وين راني مع الحجر الصحي الشامي ولكن راني ما نحكمش ما عنديش قل اخر سلطة شكون يحكم في البلاد اليوم بعد شوية زكريا بوغيرا ذيفنا يعطينا اكثر تفاصيل في موضوعا اخر البارح لجنة الهيئة الدفاع عن الشهدين بالعيد والبراهمي عقدة ندوة صحفية للمحامية الاستاذة يمانكزارة تتحدث عن شهادة لسوفيان سليتي ضد بشير العكرمي قرار داير تلتي هام متصادر في 2016 لمعطاش النقطة اخلالات في قرار ختم البحث متع سي بشير العكرمي اختبارات عمتها المحكمة العسكرية على ذخير وعلى أسلحة وعلى متفجرات وعلى شرايح هواتف جواله اليوم بعد ما صار التقرير التفاقد يلوجو عليها تابعة أنا قضي على خطر ما تضمنتش السيد القوذات الشرفية زيهم يعرفوا شو عمل السيد هذية إنه كان يطلب من المساعدين متاعه ما يعملوش تاريخ وما يمضيوش خليوها كيك خذوا قرارات في بحث تحقيقي وخليوها في القجر لا تحطوا تاريخ ولا تعملوا إمضاء تقرير التفاقد عاملة المكتب واحد مثلا نعطي على سبيل المثال مساعد أول في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب القاتل عنده 56 قرار فتح بحث تحقيقي غير ممضى وغير مؤرخ حطوا في قجره حتى الكاتبة ما تعرفش أكثر من 40 قرار حفظ غير مؤرخ وغير ممضى ما معناه هذا؟ هذا المشتلاع بالأمن القومي وقتل يسمع مساعد آخر قال أني رففت التعليمات هذه لأنه غير قانوني وشدت صحيح يزمني وقتل ينخذ قرار يزمني ننضيه ويزمني أن أره ووقع تجميده واستبعاده من الملفات الكبرى سوفيان السلي عطوا يخرج التقرير وتشوفوا شاهدته في التعليمات اللي يزدفاه بشير العكرمي ليراء سائل وحدات في قضايا الجهاز السري وفي القضايا الكبيرة جميع القرارات الكبرى والتي تخص أمن البلاد من جهاز السري من قضية شفيق جراية من قضية المنهلة خذاها بشير العكرمي ووحده وهو اللي يعطي في التعليمات مباشرة لرؤساء الوحدات الأمنية أذيب شهادة سوفيان السليتي ما اليوم يظهل يمثل بشير العكرمي مما ظلاش تهدي هاي تونس كاملة تحبس أنفاسها على قرار معناها رغم أنه معناها الإحالة تمت تقريباً في إطار إيداري بحث والحال أنه التهم معناها ترقي لما هو أخطر والشيء اللي يتقال احنا اكتشفنا فيه حقائق لكن زادة نعرف الكثير والكثيرة طالما تحدثنا في هذا وحملنا السيد القضاة خاصة الشرافاء والشريفات وما أكثرهم في سلك القضاء مسؤولية تطهير هذا القطاع لأنه مقتنعين بأنه لا خلاصة لهذا البلد ولهذا الشعب إلا بقضاء مستقل عادل نزيه وشفاف خاصة في التعاطي مع كل ما له علاقة بالأمن القومي وبسلامة وأرواح التوانسة اليوم تخرج الحقائق هذه من عند اللجنة هذه معناها حقائق صادمة حقائق خلتنا معناها مذهولين وفهمنا مدى التلاعب اللي قاعد صاير في البلاد وفهمنا علاش صايرة العملات الارهابية فهمنا علاش الأمن يشد والقضايا سيب فهمنا علاش معناها الارهابيين مطلقين على ذراحهم في البلاد يعملوا ويحبوا وقت يتشوف معناها الشي اللي يصير في القصرين ومبعد خلال التقرير متاع الهيئة أنه التقارير اللي تجيه من جهات الأمنية في القرواء من القصرين فيما يخص الارهابيين الكل اللي يتم معناها وضحها معناها في الثلاجة ولا متابعة معناها الملفات ما تتختمش يتحكم على القضاة ويطلب منهم باش ما يختموش وما يحطوش التواريخ على التقارير متاعهم باش يتم التلاعب بها في كل وقت ويتم حتى معناها أتلافها صراحة الكلام اللي قالتو الهيئة البارحة معناها مرعب ومرعب جدا من دريد شاني خطرتوه نتكلم وعنا مفروض ملف كيفن هكا راوا اليوم قدام مكتب السيد الرئيس وراوا إجراءات كبيرة وراوا إجراءات استثنائية وراوا خطاب فعلا وقولا لمن تنفخ وتيت يا داود نمشو للعلوش نمشو للعلوش تقول إبراهيم الجسم ممنوع في علوش السنات وتسويت